وجائزة الأسكار في الكذب والتضليل والخداع تذهب إلى بنيمين نتنياه بعرض مصرحي ملحمي أمام حضور مستمتعين ومستفيدين من هذا الزيف والتزوير وجدنا عمليتين تتمان في نفس الوقت خداع النفس وخداع الآخرين خداع النفس وخداع الآخرين تم بثلاث طرق استخدمها نتنياهو إمبارح أولا الإنكار إنكار الحقائق التي لا تتفق مع الدور اللي بيقوم بيه ويمثله إسرائيل ما بتقتلش مدنيين فلسطينيين يا أخواننا أنتوا فاهمين غلطيك ولا فوتوشوب منين؟ القياس قياس وضع إسرائيل النهاردة مع وضع أمريكا وهي بتحارب النازيين في الحرب العالمية التانية والإرهابيين بعد أحداث سبتمبر إلى آخره إذن هي حرب مشروعة لأنها حرب على كل أشرار العالم المجتمعين ضدنا إسرائيكا إسرائيل وأمريكا بدأ من إيران مرورا بداعش القاعدة إلى حماس إلى الحسين إلى حزب الله هؤلاء هم أنفسهم اللي دمروا البرجين وقتلوا المدنيين في أحداث سبتمبر يبقى دا القياس ثلاثة الانتقاء انتقاء الأمثلة والشهود وعينات البشر اللي بتدعم الصورة اللي روج لها فهؤلاء هم بشر حاربوا ضد حماس البني أدمين اللي جابهم والأمثلة اللي شرحها والناس سقف هم دول اللي حربوا ضد حماس واختطفوا من حماس وأصيبوا من حماس بمن فيهم أمريكيون يعني إسرائيليين بيحملوا كمال الجنسية الأمريكية ولكن ولا صورة لطفل فلسطيني مبطور الأطراف يتيم الأبوين من الفلسطينيين اللي احنا بنشوفهم طول النهار في المحطات والمواقع بس ما يعملش كده لأنه دول غير موجودين في دماغه ولو أشار إليهم هيبوز الخطة اللي هو خطتها إذن الإنكار والقياس والانتقاء هي دي الأدوات التلاتة اللي استخدمها الممثل المشهور أو المجرم المشهور طب إيه كانت بقى النتيجة نتيجة اللي حاول يوصل إليه نحن لسنا إسرائيل وأمريكا وكأننا كينان منفصلان نحن إسرائيكا نحن واجهة العالم الحر والمتحضر إسرائيكا في مواجهة العالم الشرير والهمجي حط بقى العرب حماس فلسطينيين إيران هذا صراع الحضارة في مواجهة الهمجية نحن معا في مواجهتهم معا إما أن تنصروني أنا نتنياهو فننجو معا أو تكونوا مع الهمجيين الذين يريدون تدميرنا معا ومن أسف وقع في الفخ من وقع ولكن من لم يقع في فخ خداع الزات وخداع الآخرين اللي عملوا نتنياهو من بعض الأمريكيين وضح كلامهم بعمق رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي قالت أن خطاب نتنياهو أسوأ عرض لأي شخصية أجنبية أمام الكونجرس وهو ما قاله السناتور الديمقراطي كذلك كوري بوكر سيذكر نتنياهو في التاريخ كأحد أسوأ قادة إسرائيل وهو ما قاله كذلك العضو المستقل في مجلس الشيوخ بيرني ساندرز لما قال نتنياهو ليس مجرم حرب فقط بل هو كاذب أيضا وفي السياسة كما في الحياة من الممكن أن تخدع بعض الناس بعض الوقت ولكن من المستحيل أن تخدع كل الناس كل الوقت والله أعلم